في أحد الأيام دخل طفل صغير السن لمحل حلاقة وبمجرد دخوله اقترب صاحب المحل من زبون وهمس بأذنه وأشار للطفل وقال هذا الطفل هو أغبى طفل بالعالم وسوف أثبت لك صحة كلامي الآن وبعدها وقف الحلاقة أمام الطفل الصغير وقام بوضع عشرة جنيهات بإحدى يديه بينما وضع باليد الأخرى جنيها واحدا فقط وطلب من الشاب الصغير أن يختار مبلغا منهما فاختار الصغير أن يأخذ جنيه فقط ومضى في طريقه نظر صاحب المحل للزبون وبعينيه نظرة الانتصار وقال له أرأيت؟ قلت لك بأنه أغبى طفل موجود بالعالم فأنا يوميا أعرض عليه عشرة جنيهات وهو يختار الجنيه بدلا منها وأسرع الزبون للإلحاق بالطفل ودفعه فضوله أن يقفه ويسأله عما فعله فابتسم الصغير في وجهه وقال لأن اليوم الذي سوف أختار فيه العشرة جنيهات ستنتهي اللعبة الحكمة المستخلصة من القصة لا تستهين نهائيا بذكاء أي أحد فلا يستهين بذكاء الأشخاص الآخرون سوى شخص أحمق قصة قصيرة عن الحياة